السلام عليكم كي تكون حايبة تتعلم التصوير الفوتوغرافي ولا التصوير الفيديو ولا نقوله المجال تسماعي البصاري كيفاش تتعلم ترح تتعلم في انترنت وحدك ولا ترح تقرأ في كاش مدرسة تسماعي الفوتوغرافي ولا هادوك المعاهد تكوين السماعي البصاري وكينوين تصرف دراهم وكينوين طول شوية فورماسيون طويلة كيما المعاهد هادوك واقع الكثير من العامين المهم انا تبلي على حسب الغاية تاعك وكينوين رأيي شخصي يعني اذا انت تريد ديبلوم شهادة لكي تخدم في قناة تليفزيونية وهذه القناة تليفزيونية تطلب هادوك الشهادة لازم لك هادوك الشهادة لكي تخدم لتمك وكينوين تتعلم هادوك المجال تعالي البروتكاست تعالي تليفزيون ترانسميشن وكل انا تبلي عفسه منطقي انه ترح تقرأ في هادوك المدرسة ومعاهد لكن اذا ما تسحق ديبلوم وكينوين مصور ماهر وتسترزق انا في رأيي ما تسحقش قاة تقرأ ما كيش كيفاش قرأ وحدك في انترنت اذا انت لا تستطيع تتعلم وحدك خاصة في الاساسيات التصوير لازم يكون قدامك معلم هادوك عنده تجربة ومن ذاك ماشي لازم تحتقاره في مدرسة باش تدي شو هذه التجربة على اساسيات او الله لو كان زيما تكون عندك برك شوية فيطنة تحت راسك برك تتعلم اساسيات التصوير في انترنت ولو كان زيما قولوه تقدر تخدم معك بنادم عنده عشرين سنة تجربة تقول ليش غول كيما يقولوا ابرونتي عينك ميزانك لا تخطف الصنعة وكيما نقول في زيار تجربة على الصحراء هي وين افتيرا باينة وزيد ادارة كدير في بالك لازم لك ديبنون باش تخدم في شركات نورمال هكذا كلا بريفي انساها لا تشكع منها شركة بريفي تشوف فيديوات شابين تصورك شابين تخدم معها نورمال وادارك حي بتخدم عند روحك لما نقول لكم تعمل موقع انستغران فيسبوك وخدم خدمات بطبع وشان ودعي ربي سبحانه وتوالي تخدم لكن اذا انت هاوي فقط عندك عمل ديبنون في مجال واحد اخر انت طبيب دونتيس انت ارشيتاكت مبالي انت بلونبي وحيب تشري برك كاميرا باش طلع الجبل تصور الشجور تخسر دراهمك لا تخسر دراهمك لديك دورة سبع ايام وكلش على خاطر مدى بك يكون قدامك هذا الاستاذ لكي يقررك لكي تعطيله اسئلة عن مباشر لكي خاطر منك صح للمعلومات في انترنت متبعتها خاصة واحد هدك وين يبدعه كان هناك انترنت فورميشن رخاصة تقدر تشلونهم على كل حال المهم كان له هذه هي عقليته يقول لكي نتعلم في اي مجال لازم يكون قدامي واحد مولا صنعه نخلصه ويقف معي اسمانة خمسية نعطي له اسئلة يوريلي عن مباشر ونتعلم يعني نورمال ما فيها ولو سعيدة راسك خفيف ومعندك بزاف دراهم ما كان تخسرون في تلك الفورميشن حتى لو كان الفورميشن وانتك تعمليون او لا ما تشري بها عدسة سيادة والله اعلم انا تبلي هكذا وزيد كينانين هنضر معاكم انا انسان راسي بزاف تقيل عبركم ما جيت نتعلم كيف نحكي لكم حكاية هذه كيف نحكي تعلمت طولت بزاف عباك ما جيت نفهم فتحة العدسة طولت طولت خوتي ما قلت بهديلة لو كان نقول لكم ما حال طولت تقريب ما حبست انا ليس شيء مثل جينيوس والحمد لله لكن كان حاجة لازم اقولها لكم كان واحد الأمور التي انا بعض عليها كما في الدنيا يقول لك film school وفي اس لا هنف تزال اصلاً كيف تعمل كيف تعمل مثل ديوبة أو تعمل تعمل تقريبا 13 مليار دولار و تعمل تقريبا 1000 مليار دولار مثل شغل وعر مشكلة تقراص مانا في يوتيوب تعمل والله أعلم كان أمور التي تكسبهم بالتجربة تعمل تحب بالتجربة صحيح في التجربة وهذه هي الحكاية اليوم ماذا بي نعرف رأيكم هذه هي إذا كنت تحب تعمل تعمل إذا كنت تحب بنادم يوقف قدامك يعلمك هذه هي الطريقة لتعلم ونذهب وإذا رأسك خفيف و لم تسحق ديوبة ستعلم وحدك وصلاة عمبي وسلام عليكم وكان أحد نسيت لكي نقولها كان واحد النوع من الـ يقول لهم مصورين محترفين ويأتي لهم كتلاميذ مصورين محترفين وكتخلص وكتخدم لكن مخصوص كما يقولون الفي نيشن ما كان أمور تحب تروح تدير فورماسيون عند بنادم عنده بالك تجربة عليك ب 41-30 سنو يعطيك الأسرار لا تروح عنده واجد يعرف كل بركة هو يعطي لك أسرار لا تخلص عليهم وهذه كل فورماسيون تلقاهم بالك 10 ملايين 20-30 وكان حاجة من الأفضل ما تقولوا ليش بعتنا يا إبراهيم لكي مدرسة لأنه ما نعرف ما المدرسة في الجزائي اللي تقرم لي لأنه ما قريتش عندهم نخاف نطبعكم على راسكم وخدوا احتركم يعني عينكم ميزانكم شوفوا الخدمة هذا السيد لو يقرني خطر من ذلك تقدر تصرف درهمك في باطل طرح شغلة تعلمت القرارة سيد يحكي لك وش كان في انترنت وهذه هذه الحكاية اليوم السلام عليكم